اشتركوا في القناة الديوان الملكي إلى أن تبوأ المرأة البحرينية قمة السلطة التشرعية وبالانتخاب الحر المباشر انعكاس لما تلقاه من دعم دائم من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة يده الله لتسجل خلال مسيرتها محطات متقدمة من العطاء والإنجاز وأعرب معالي وزير الديوان الملكي في برقيته عن خالص تمنياته لمعالي سيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب بالتوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة الوطنية بما فيه صالح الوطن كما بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي برقيتهنئة إلى سعادة السيد عبد النبي سلمان وسعادة السيد علي زايد بمناسبة انتخابهما لمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب معربا معاليه عن خالص تمنياته لهما بتوفيق مع زملائهم من أعضاء المجلس في النهوض بالدور التشراعي والرقابي المنوط بالمجلس بما يصب في صالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر